برشا يسئلوني على التوفيق معنا كيفاش واحد يوفق بين دار وصغار ومعنا تربيتهم وقرائتهم والمنزل معنا المتطالبات متاع الماكلة والشرب وتنظيم وترتيب ونظفة متاع الدار والعمل زادة بتبيع التوفيق في العمل انا اول حاجة نقول التوفيق من عند الله عز وجل ونطلبوه من عنده ليل ونهار وان شاء الله نخلته في الحقيقة حتى امرأة راضية مية في المية والبرفكسيون ما نجموش نخلطو لها مهما نعملو فنجدهدو باش نجمو نسهلو على رواحنا الحياة اي سيدي مرحبا بكم حبيت هكا اخترت لكم هكا شوية تساوي الركب عليها سوتي سامحوني اليوم متعمش طبخة اليوم حبيت هكا نشارككم هكا شوية هكا الخطوط العريضة معنتها ان شاء الله نفيدكم بها لما حالة منيش نقولو اللي راضي على روحي لكن النجم هكا تعلمت من اخطائي اخطاء الماضي بحكم الخبرة بحكم الممارسة الفعلية جربت برشت ورقم تاع قلو يعني كيفاش الترتيب والتنظيم وترتيب الوقت وكل شي فهذا الي وجدته احسن حل الحل فيش يتمثل احنا نهاية الاسبوع في تونس نهارت لحد اكثرية الناس ترتاح بنهارت لحد اخطاء شوية هكا من الناس ان شاء الله ربي يعينهم وثما الناس عندهم نهاريين ربي يزيدهم اللي هو سبت ولحد كما الدول الشقيقة عندهم نهارت الجمعة او تقريب الجمعة وسبت به كيفاش رتب افكاري افكاري نهارت جمعة معناتها نبدأ رتب في افكاري نعمل ليستة بالحاجات اللي نقصتني والالتزامات اللي عندي في الاسبوع اللي جاي يعني هو الاسبوع بش يبدأ بنهار اثنين في تونس انا نبدأ معناتها النظم اموري منهار الجمعة نهار الجمعة تكون عنتي الليستة كاملة متاع المشتري قايمة في المشتريات خضر وغلال ومواد تنظيف وغيره يخص المطبخ وكيف كيف معناتها عندي ليستة هاكا كاتبا فاها لزانجاجمان متاعي تيلة الاسبوع اللي لازمني نعملها واذا كان النجم النقص النجم النقص لضرورة ما معناتها اللي قلة الحيلة مثلا مش متيسر عندي معناتها الفلوس الممكنة بش النجم نشري معناتها احتياجات متاعي الكل ولا من نجم شمانتها نمشي نقوم بك الزيارة الفولانية نجم اجلها اذا كان مهيش مستعجلة اللي هو رتبت افكاري كيفش نلقها الليستة ساهلة نهارة الجمعة نلقاها ساهلة اللي انها في وسط الجمعة هذيك من نهارة اثنين تبدأ عنديك النقاص هاوفيت لي حكة الففل لكحلها وفيلي الزيت مثلا التماطم عندي ماوي التنظيف بش نشريها اللي هو عندي كما قلت ارتبطت معاينة كذا انقيدها سوى في مخي بالنسبة لي عندها ممواغ وان شاء الله ربي بقي عليها الستر وبالنسبة كان ما عندكش ممواغ كيفي انا نقيده في كل شي صغير شنو اللي لازمنا ما ولي ما لازمناش زادا حتى لي ما لازمناش نعملو مش لازم نشطبو علي باللحمر اغو بغتي للأسبوع اللي انبعدوه كاملنا هذا الكل واحنا مروحين نهار الجمعة من الخدمة نجيبو شوية مكل مع احتياجات متاعا بهي تكون حاضرة بتبيع الليستة نهارة الجمعة تكون حاضرة وفيه تبيع شركك شركك في المنزل اللي هو زوجك زادا اذا كان ولا عندك ولدك كبير ولا بنتك كبيرة كيف كيف اللي جاي من العمل يجيب معاها القذياء وكان لازم تعودوا تخرجوا تمشيوا للسوق الاسبوعية يشبيه السوق الاسبوعية والمغازات الكبرى اللي متوفر فيها لبرومو زادا تستغلوا لبرومو ماذا بنا نهارة السبت تكون هاكا المشتريات الكل عندي هذا فيما يخص المشتريات والالتزامات والارتباطات العائلية اللي عنا تلت الأسبوع وكيف كيف نحطوا في رأس القايمة احتياجات الأطفال اللي عنا فيما يخص الماكلة والشرب والملبوس ومراجعة الدروس هذي حاجة من أولويات الأولية أولويات قبل كل شيء بتبيع مدماء الصحة معناتها موجودة في كل لعاقتنا البدنية بتبيع إذا كان الصحة انهارت فينهار كل شيء نحافظوا على صحتنا أول حاجة بيه أنا نحكي في نغم النغم العادية نحكي في أيامنا العادية ما نشي نحكي في حاجة هكا يعني فوكس ماجر جيتا على القدر على غرادة كيما الأوبئة وغيره 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 نحكي على أسبوع العادي بيه هذي احنا برمجنا وشرينا وكل شيء بالنسبة للترتيب والتنظيم متاع المنزل ماذا بينا الطايح مرفوع ونعلمو صغارنا إذا كان وصله سيد تسع سنين يعمل على نفسه يتويح ويجو يلم بلاسته وقت خاصة يرجع من المكتب معناتها بتبيعه يلزم يلقى العشاء قريب يحذركه عاونه في تحذير التاولة متاع الفتور وبعد ما يكمل بتبيع عاونه في هزين التاولة في مسحان معناتها البلاسته متاعه يخسل اطرافه نعلمو كيفاش يدوش معناتها زيدا ويعمل على روحه يكل بتبيعه وحده بتبيعه مش يبدأ هكا تسع سنين واحنا نوكله فيه كل شيء ونظفه فيه كذا زيدا وقتا نشجعه على ولادة إنسان متواكل فهذاك بش يقلقك انتي وزيدا يقلق المجتمع ملا بايش يا مدام انتي مدرسة في لزمك تنتج معناتها صغيرات زيدا يعملوا على انفسهم يكونوا زيدا في نفس الوقت مهذبين على خاطئ إذا كان ميروفوش عليك را ما همش بش يروفو على حتى حد وصحتك هي تاج معناتها هذي هي تاج راسك يكذب عليك بيه كمنا المخطط تمتع العريض بمعنتها الخطوط العريض أنا حبيتنا نقول نجيه يوم بيوم قلنا كيما مثلا غدوة بش نطيب كذا وكذا 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 يلزمني أنا قبل بليلة مثلا قبل من حط راسي على المخدة نعرف غدوة شو كي بش يجي من الخدمة شو بش نعم بالضبط وانا خارج جامعتها من الخدمة شو بش نعم بش تعادل الصغار بش تعادل مجازان بش نقضي بش كذا بش كذا بش نقصني تك 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 نوفو خاصة اذا كان حاجة مشي تابعة اللي خطط نيلو منهارة الجامعة وقتها يلزبنا نبرمجوا ديريك تيانا كان عنا قردس الحمل نجبدو مع الفجر مغضو السباح كان عنا حاجة هكا بش نطيبوها ونقصة بالنقصة كذا بتبيعة نبرمجوا كيفاش بنوخجو الخدمة نمشوا نتعادل مجازان قبل ولا نمشوا للصغيرات روحوا بصغيرة للدار لطن هذي كما غسلوا حالتهم وكل شي وارتيحوا شوية وعاونونا في تحذير التاولة يكون كل شي في ساعة من زمان حاضر وموجود ونسل كلها تعشيت وممعنتها وجونا بأحلى جو ساعة من زمان بعض العشاء اكسوية هذي كلموا فيها الدنيا اللي حاسد بتبيعة مداما ثم صغار مداما ثم لمداما ثم حوثة والله هم قدمها نعمة وحفظها من الزوال يعاونونا على المين يعاونونا على كل شي ما شربنا هكا شوية جي شوية تايل الكبار بعد ساعة من زمان كل شي نمشيوا ديريكت أولويات الأولويات الراجعوا الدروس ونتفقدوا الكراتب نحن نحن نحلو لهم واجي بيتهم زادا كل شي نحن نفقدهم ونحن نقيم عليهم فقط في الحكاية هذية نبدأ بجنبهم ايه مثالش لكن وانتي بجنبهم تنجم تجيب خضرتك تقصها بتبيعة ما عدا لبسها الوثوم تجيب مثلا الحواجة تهبطهم الشريطة تتويهم بحضهم كدرت ايش هذيكا محليها معنتها فيها برشا حنية وفي نفس الوقت هكا نبدأ يعني ويغفى عليهم حبيت نقول كان بش نحضر طبخة مثلا المنغدوة نصف نهار عندي شكون بشي رواح للدار يفتروا كل شي ماذا بينا نحضرها وانا نحضر فقط طبخة هذيكا اذا كانت خلت للكوجينا في الليل ماذا بينا ما نخرجوا منها كان نضيفة واذا كان نضيفة ايش بيكا نجبدنا هكا درج ولا مثلا هكا تركينا في الكوجينا نظفناها ولا جبدنا الفرجدير نظفناها هذا كله في وسط الاسبوع هذا الكل في وسط الاسبوع وعليش هذا الكل كل يوم نقضي حويجة كل يوم نقضي حويجة كل يوم نقضي حويجة بشك في جي نهارت لحد الراحة الاسبوعية تكون ملكي انا ملكي انا فقط ومعاهم بتبيع الصغيرات و بتبيع زوجك وكل شيء لكن تكون اولويات الاوليات راحة بدنك اذكا وقتها تمشي فيها للحمام تدوش تتطيب الدار متنمسحوها ونطيبوها وكل شيء نطيبوا احلى اوكلة انت يعني اهلي هي الاوكلة معناتها معروفة المشهورة هكا في تونس ديما الكوسكسي وايلا ملوخية نهارت لحد هيدا الاكثرية خاصة ان معنات المرأة الموظفة او العاملة نهارت لحد تعمل الاطباق الشهية ماذا بنا وانتي وقفة هي وقفة وقفة في الكوجينا انطيبو هكا جو سليسة انواع بتاع صلايت الطيبة بتان نساتها مشوية صلات الطقمك حورية وكل شيء بقونتي كبيرة باش من ما انت تعطي ممكن الاولويات متاعك للمطبخ وراحت باش تربح راح تبالك في وسط جمعة لك ما تعملش هك الكرفي نقولو احنا وكل معنات القومي ناج الكبير هذك خليه مرة مرة في الشهر باش متتعبش خلي قضيتك مقسمة على طول الاسبوع على خاطر انت بتبيع بيتك مجهدة طول تيلة الاسبوع تقوم بكري تمشي للخدمة ترجع كذا دي جا موتيفي وعندك كالحركة والحراكية وكل شيء هذك تربحك برشة طاقة مش تربحك برشة طاقة شنو نقصد تخليك موتيفي تخليك تنجم معنتها تكثف في المجهود اللي عندك على شرط على شرط مش تكثف المجهود على تيلة السبع ايام لا نخليه نهار ولا نهارين مجهودنا ناقص الى الصفر يعني نخليه للراحة للحديث نحطوا فيلم بهي نحطوا نسمع القرآن نسمع اغاني معنتها هادئة نعملوا العابها كفكرية هي راحة اسبوعية هذك ايش حبيت انقول اكتفي بهذا القدر ان شاء الله ملتقنا في فيديوهات قادمة فيما يخص الطابخ وكل شيء نرجع الكوجينتنا وان شاء الله في فيديوهات منوعية هذية تنتظرني مرة كل رأس شهر باذن الله